عربية الاساء مشاهدين اهلا بكم الى هذا المجز و الى عنوين اهم الانباء دخان كثيف جدا سيغطي سماء سواحل المغربي بداية من غدا الجمعة كانت هذه اهم العنوين والان الى التفاصيل اظهرت صور جرى التقاطها بواسطة القمر الاصطناعي الاوروبي كوبرنيكوس المعتمد لمراقبة الارض اظهرت دخانا كثيفا سيزحف جزء كبير نحو دول شمال افريقيا انتلاقا من جزر الكناري التي شهدت احدها نشاطا بركاني نائم منذ الاحد الماضي الى ذلك فقد اظهرت عمليات الرصد ان بركان البالما انبعثت منه كميات كبيرة جدا من غاز ثاني اكسيد الكبريت تصاعدت بشكل لافت في الغلاف الجوي حيث من المنتظر ان تغطي بشكل شبه تام سواحل كل من المغرب الجزائر تونس ليبيا وسواحل البحر الابيض المتوسط بما في ذلك فرنسا وايطاليا كما اظهرت صور القمر الاصطناعي التي التقطت امس الاربعاء ان الدول المذكورة صالفا ستشهد يوم غد الجمعة تشجيل مستويات قياسية من الدخان الكثيف قد تصل الى السحل الاطلسي المغربي واغلب سواحل البحر الابيض المتوسط في وقت اكدت معطيات التي رصدها القمر الاصطناعي ان مادة ثاني اكسيد الكبريت التي اطلقها البركان المذكور ستصل بدرجة اقل الى حدود النصف الشرقي من اسبانيا وجنوب فرنسا والساحل الغربي لايطاليا وجزيرة كورسيكا وانها ستغطي ساحل البحر الابيض المتوسط الافريقي بالكامل فضلا عن العديد من المناطق الداخلية بكل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا اشتركوا في القناة